صراحة نحن لسنا متحالفين مع الإطار التنسيقي. تصحيحا لكلامك. نحن متفاهمين مع الإطار التنسيقي. وتحالف عزم وحركة بابليون. وبعض الأخوة النواب المستقنون لحركات الناشئة. لدينا تفاهم في نوعية وإدارة المرحلة المقبلة للدولة العراقية. وليس لدينا تحالف معين. لذلك نحن لدينا مشتركات في كيفية إدارة الحكم. مشتركات في نوعية وشكل النظام السياسي. والآن نضم الأخوة الآخرين إلى هذه الرؤية. نحن نبحث الآن عن محكمة طلاق مشتركة. لم تكن ضمن ثلثة معطلة في البرلمان؟ الضامن صراحة حق دستوري. يعني كفله الدستور وفق قرار المحكمة الاتحادية بانتخاب رئيس الجمهورية. وممارسة هذا الحق مفتوح للجميع. ليس فقط الاتحاد والإطار وعزم وبابليون. وكل قوى السياسية تستطيع أن تمارس هذا الحق الدستوري وفق تفسير المحكمة الاتحادية. لذلك نحن لم نفعل شيء خارج سقف الدستور. لذلك نحاول جاهدين بأن تصل حكومة إقليم كردستان أو إقليم كردستان ككيان دستوري مع السلطة الاتحادية إلى تنفيذ مواد الدستورية جميعا. بدءا بالمادة 140 ومرور بمواد عدة. الآن ما يقارب 50 مادة. لذلك إذا أردنا سألت في البداية ما هي الضمانة بين الطرفين؟ الضمانة هو الدستور. لا نطلب شيء آخر. أي شيء نحاول أن ننفذه يجب أن يكون تحت سقف الدستور. لا ننسى بأن الكرد لا يقبل أن يكون هناك تغيير للنظام السياسي العراقي. نعم ترميم. نحن مع ترميم النظام السياسي. لكن تغيير النظام السياسي صراحة بأعين الكرد لربما يحتاج إلى وقفة. لأن الجزء أعطينا دماء. أعطينا الكثير من لكي يبقى العراق بمساره الديمقراطي. ترجمة نانسي قنقر